عقد وزير الخارجية سامح شكري مباحثات ثلاثية مع تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية لجمهورية سلوفينيا وجواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال تنولت المباحثات وتطورات الأوضاع في غزة حيث توافق الوزراء الثلاثة في المواقف بشأن ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار وإنفاذ المساعدة الإنسانية كما ثمن الوزيران دور مصر في عقد اتفاق الهدنة هذا وأكد شكري على الموقف المصري القائم على ضرورة الوقف الكامل وغير المشروط لإطلاق نار وتسليل نفاذ المساعدة الإنسانية للقطاع بما في ذلك عن طريق المعابر الإسرائيلية فضلا عن إدانة استهداف المدنيين ورفض سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني وكذلك رفض محاولات إسرائيل تهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار كما شدد الوزير شكري على مسؤولية إسرائيل تجاه قطاع غزة وأهله باعتبارها القوى القائمة بالاحتلال في توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية لأهالي القطاع وفقا للالتزامات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني ترجمة نانسي قنقر